من تصميم العبايات إلى تصميم الأزياء للأم وأبنائها ومن التصميم للأقارب إلى التوسع في الجمهور المستهدف ضيفتنا اليوم نمت موهبة الصغر وطورتها حتى أصبحت مصممة عباءات وأزياء نرحب بمصممة الأزياء موزة غانم الطويل صبح شر الله بالخير موزة شر الله بالنور والسرور والله مثل ما ذكرنا أن أنت من تصميماتك للأهل إلى تصميم الزباين أو الجمهور المستهدف كيف طورت أو وسعت دائرة معارفت في البداية أحب أن أشكركم على استضافتي في البرنامج في البداية كان هذا مجرد حلم صغير وكبر هذا الحلم عندي كل ما أنا أكبر يكبر عندي هذا الحلم وليما أستوى حقيقة الحمد لله وفتحت المشروع بتشجيع من الأهل وزوجي كان يدعمني دائما أستمر في هذا الشيء نعم والحمد لله كيف أنزي موزة تروجين لتصميماتك لشغلتك؟ بالبداية أروج عن طريق أول شيء الأهل الأهل طبعا أصدقائهم وعن طريق بنتي يمتدخل المدرسة والرياض يشوفون بنتي كانت مميزة في اللبس فعن هالطريقة يعني روجت ملابسي وتصاميمي والحين وسائل التواصل الاجتماعي موزة بشكل كبير بشكل كبير فأنت الحين من محبي مثلا وضع الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لأن بعض المصممات يقولون لا نخاف عن مثلا حد يسرق أفكاري حد يسرق مثلا موديلات أو الداعي فأنت تحطين الصور على الإنستغرام أنا أحط صور على الإنستغرام بس مش بطريقة كامل فستان جزء معين جزء معين من الفساتين مش إنه كامل لا مش كامل مو بأنه خوفا يعني أحب أن أشوق الكاستمر أن كيف بقية التصاميم تكون نعم فيون عندي المحل فينصدمون من الفساتين اللي عندي يعني لقاتي يديدة نعم ننزينا على طاري وسائل التواصل الاجتماعي على طاري المصممات لاحظنا في فترة الأخيرة ارتفاع كبير في الأسعار نعم لكن موزة اللي سمعنا عن موزة أنه تراعي هذا الشيء بحيث أن يكون كالفستان وله حقه أو سعر معقول نعم فشو تشوفين هذه الخطوة؟ بصراحة أنا أول شيء ما حبيت بصراحة أغلي الأسعار تعرفين قاموا الآن صراحة أسعار خيالية مثلا صغيرون مثلا أربع خمس شهور ستحصلني هم البدلة على خمسمية سبعمائة بس أنه مو يكلف أكثر من شيء بس كل واحد وشغلة لكن أنا أحب أن يكون أسعاري معقولة أن الكل يعرف أن أنا أحب أسعاري لو كان فيها ربح مبلغ بسيط بس الله يبارك في الرزق بالعكس أنا من أسبوعين بس فاتح المحل الحمد لله كل حد يوم عن يوم يزيد الأعداد من يعرفون الأسعار والكولتي والشغل أنا بروحي أباشر في الشغل من ناحية القماش الدانتيلات أنا بروحي أشرف على كل شيء حتى أشرف ويا الزباين ناخذ المقاصات وشيء شخصيا بروحي أنا نعم مثل ما ذكرتي أنك قبل أسبوعين فتحتي المحل ألف مبروك ما في تخوف موزة من افتتاح المحل بوجود وسائل التواصل الاجتماعي لا الحمد لله أنا واضحة من عمري من شغلي لكل من اجتهد النصيب فكل واحد وشغله أكيد واضحة من شغلت خلينا نتكلم الحين عن شغلت وتصاميمت موزة من وين تستلهمين أفكار تصاميمت أنا الأهم أفكاري وتصاميمي شخصيا من الأقمشة أنا مجرد أن أشوف الأقمشة أحط عليها التصاميم أنا ما أقدر عبد العيش من القماش نفسه من القماش يعني مثلا أنت وحدة تطلب أن أشوف طولها الجسم لون البشرة عقب أن أقر ليها شو اللوع اللي تناسبها شو اللي ما يناسبها مثلا الوحدة الطويلة نبرز جمالها بالطول القصير نخليها شوية أطول بهذه الطريقة جميل يعني تبرزين الأشياء الموجودة عند الزبون إذا خلنا نتكلم عن الفساتين الموجودة هنا في الأستوديو الحين موزة مثلا شو الأمور اللي تراعينها عند كل فستان مثل هذا الفستان الأحمر اللي نشوفه الحين شو الأمور اللي تراعينها أنا أراعي الحسب العمر يعني مثلا إذا كانت صغيرة سنة ولا أقل من سنتين ما أراعي ما أبالغ في السعر زيادة مثلنا ما يكلف ويد أقمشة لأنها مجرد من داخل كلها سلك وجيبون فما يكلف ويد فأنا أخذ بس نسبة قليلة من الربح فبالعكس كل ما قل عنده السعر زاد الطلب كل ما قل السعر زاد الطلب نعم أنزل ومن وين تبين الأفكار مثلا أنت مثل ما ذكرتي أن هذه القطعة كيف تركبين هذه الشغلات البسيطة موزة؟ أنا أرى برامج الموضة، أرى الأشياء في المجلات، ليس هذا التواصل الاجتماعي أرى ما هي الأشياء اليديدة، الدارجة وبعد لازم أراعي في المواسم، في الصيف، ألوان معينة، في الشتاء ألوان معينة فأنا أعاصر القطع لحسب الأجواء نعم، مثل ما لاحظنا أن هنا في أستان فكتوري وأيضا هنا لا هنا في أستان فكتوري هذا الأسفاني، نفس موديلات أسفانية الآن الموضة، كل الستايل، لين الكوع؟ يعطيك فخامة للأطفال حتى؟ حتى الأطفال، واجهة حلو، في اللبس راقة جدا فيتني نفس هذه طلبية أربعة عشر طلبية، بس على الفستر خلال أسبوعين جميل لأن في اللبس، وطبعا مع ترتيب الأكسسوارات والشوز والشنطة فيكون حلو شي جديد، يعني مش أنه أفر أفر كلماء ودائما موضة، أنت حريصة أنت تقومين بعمل الفساتين للأم وبنتها؟ وهالمرة أكثر شي جديد الولد، يعني الأم والبنت والولد، هم يتقمون في اللبس لا تحسي أن هناك صعوبة كون أن الأم كبيرة وهذه الطفلة أنه لازم يكون في موديل يناسب الأم ويناسب الطفلة والحين الولد؟ أكيد، أنا بنسق اليوم بالألوان فقط كموديلات غير، طبعا الأم مثلا ما تحب أن تكون مكشوفة أكثر، فمنسوي لها مثلا الدانتيل والبنت منسوي لها حركات، لكن عن طريقة الألوان، ننسق في الألوان الولد مثلا منسوي على هفستو وشورت وكاب، يعني يناسب لك الولد الألوان؟ حيث أن يكون الألوان تناسب الأم والبنت والولد، مثلا لون السماوي والبيج، تناسب كل الألوان نزي موزة بما أننا مقبلين على حق الليلة، ماذا يفعلون للأم والبنت والولد؟ نعم، أشتغل يدو من أسبوعين فتحته، ومشان الله طلبات عندي، فنعم، أشتغل صراحة عندي قماش يمكن برع الأستوديو؟ نعم، برع الأستوديو قماش، مكتوب عليها كلمات، أعطونا حق الله، وفي عليها رسومات أطفال وليلاحظت موزة، اللي لاحظت الحين، وشوي استغربت منه أنت تقومين أيضا بعمل الأحذية عسكم الله فكيف تقومين بعمل هذه الأحذية؟ طبعا هذا يمكن الجوتي تبع الفستان صح؟ أهي يا حبت، أنا عندك قاعدة نوفر مثلا يت الأم قد تفصل حد بنتها، في نفس الوقت تحصل كل شي في محلي موجود من ناحة أكسسوارات، الشعر، حتى الأكسسوارات كلها نسويها طقويا الفستان حتى نوفر للأم، مثلا عندها شوز مستخدم أي لون، أتيب عندنا المحل نخوز عن الكفر المال للشوز، ونحن نسويها نعم، توفر، وطريقة مثلا وضع هذه الخامة عن طريق مثلا آلة معينة هاي لزق وخياطة على حسب، مثلا في قماس سادة ساتان، هاي بها لزق وشوية خياطة يدوية يدوية، ومعها لمسات شوية أكسسوارات، دانتيلات صحي، أنها تكون مثلا مع البدلة؟ مع البدلة، تأخذ البنت في العيد الفستان والشوز، وكسوار الشعر والشنطة في نفس المكان، وأسعار خيالية يعني كل حال يقول أسعارت، يعني أنا ما أحب أغلي، ما يقولك بداية، بعد ما أرفع، لا، هاي سعري، ثابت ذكرت موضوع الأسعار، أنت دائما تقولين أسعار خيالية، مثل الأطرال موزة، من كم تبدأ أسعارت، لكم؟ حبيبت تشوف الغالية من السنة، وأقل من السنة، تكون علمية، طبعا كامل، أكسسوارات الشعر من سنتين ونصف سبع سنوات، على 150 على 180 درهم، وفوق على 200 و 250، والأكبر حسب أنواع الأقمشة والدانتيلات، حيث يوفر للقطع، يوفر عند الخامات والدانتيلات، نحن نشتغل عليه الآن ما أشوفهم صممات بهذه الأسعار، بالفعل أسعار خيالية؟ أنا أراعي، يعني أنا جربت شخصيا أسير الخياط يبالغون في الأسعار بشكل فضيء، يعني ما في موديلات، بس قصة بسيطة، يقولون الخيائض على 700، 800، فأنا أقول لهم إن شاء الله إذا الله أكتب لي وأفتح لي محل، فأنا أعز بالنفس أن يكون أسعاري حلوة ناس بالجميع نعم، إن زي مثل ما لاحظنا موزة أن فيه أو أغلب شغلة يعتمد على التركيب، هل إنه دارج؟ أو إن شاء الله فيه موديلات ثانية فيها تطريج أغيرة؟ أكيد إن شاء الله مستقبلي إن شاء الله أفكر في عندي تصاميم يكون أدمج ما بين الماضي والحاضر بلوك يديد إن شاء الله نعم، ومثل ما عرفنا النموزة حطة كتاب في آراء الزباين أو الزوار للمحل، لماذا أنت اتخذت هذه الخطوة؟ سيكون شيء مميز، أنا صراحة أرأ الكستمر يوم يدخل عندي يشوف من ناحية الضيافة، التعامل والإنزاينات والأسعار، فأحب أن تبدأ رأيها عن طريق تكتب شو رأيها، وعندي كان كذا رأي شيء موجود بعد ما دخلوها، لأنا يبتن هذه الأشياء إن شاء الله في الحلقات إياها إن شاء الله إن شاء الله لأن حسيت العبايات دارجة في كل مكان، لأن في مناطق الشرقية لاحظت وفي دبا وفي دبا نفجيرة هالأماكن، لا متوفر الفساتين، هالسوالف حق المناسبات والأعراس، وبشكل عام يعني كمناسبات لا متوفر الصراحة فيطروا للأهالي يصيرون أماكن بعيدة عشان يشترون الأشياء نعم، وعلى طار العبايات أيضا، اللي سمعنا النموزة، تسوي أيضا عبايات للأطفال، يعني لماذا أتخذت هذه؟ أو كيف يتش هذه الفكرة أن يهالو يلبسون عبايات، خاصة أننا نحن مقبلين على شهر رمضان؟ بالعكس، أنا حبيت ألمي عندهم روح العبايات، ألبسون، ندخلت في كرنفال الأطفال، تاجر صغير تحت عنوان عبايتي هويتي فحبيت أشوف ما في محل معين مركز على عبايات الأطفال، فحبيت دوم أطلع بشيء مميز، مبدع يعني فبنتي كانت لابسة العبايات، وصورتها، وعرضتها في المسابقة في المسابقة، نعم، نزين في التاجر الصغير، على طاري التاجر الصغير وعلى طاري المعارض والأماكن التي تلم المصممات أو نقدر نقول أصحاب التجارة، ما تضيف هذه المعارضة إلى التجارات؟ أضيف خبرة، وبعد تتوسع عندي التواصل الاجتماعي بالأكس، أتعرف على ناس أكثر وأكثر عن طريق التاجر الصغير، أتعرفت على أهالي من الكويت، من القطار، من البحرين، كانوا يائين زوار، فشافوا هالشغلات يعني العبايات أطفال مهتمين في عبايات الأطفال، بلوك يديد، ستايل يديد، مثلا عبا، نسوين علي برج خليفة، نحن سويتها برج خليفة، عسب الأطفال يعرفون الحضارات التي لدينا بعد، نعم، وسويتها على شكل كاباتي، يعني حبيت بلوك أطفال، سويت عباية بلوك أطفال، فبرع موجود في الأستيديو، وما دخلوها في صور مجموعة بلوك أطفال، صور كانت بنتي لابست لها، يعني أن أنت فستانج دائما أن يكون في رسالة، أو أن مثلا للجمهور أن هذه رسالة مثل برج خليفة، أو أي معلم آخر، إنزين، شو اللي تتميز به؟ موزع عن باقي المصممات، بغض النظر عن الأسعار، كونها أسعار حلوة ومتناول الجميع، أنا عنده شيء مميز، أن أحب أن أطلع بشيء مميز ومبدأ، تعرفون أن المجتمع الإمارات يحب كل ما هو جديد، مميز، يعني كل مرة تطلع بشيء جديد، فأنا أحب أن كل مرة أطلع بلوك، يكون لوك غير عن قبله، يعني حين طلعت فيكتوريا، يقوم مرة ثانية أطلع بشيء جديد، يتناسب بالموضة، يعني الحين الموضة نقدر نفهم من كلامة موزع الفكتوري؟ الحين الفكتوري حسيت أن الفكتوري في كل مكان حسيت يوم أنا سويت للمدارس، استغربوا المدرسات، ومعلمات أنه ليه جديد، والقطع كانت خفيفة، لأنه الحين تشوفين الجو حر، صح، فما حبيت يكون يلبسون هذه القطع الغريضة، يعني تحسين الألوان غامتة، حطيتها الألوان فاتحة، صح، وأنه ممكن نتعرق لحركة، خاصة أنه كونهم أطفال، الأخة موزة غانة مطويل، شكراً على تواجدت اليوم إلينا ببرنامج صباح الشرقية، والله يعطيتك العافية، ويزيدتك إن شاء الله من فضله،